في إطار الاستعداد للافتتاح الرسمي رئيس الوزراء يتفقد الأعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وأعمال تطوير محيطة تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المائة ووزير الخارجية الفرنسية يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث مرحلة ما بعد العدوان ضربات انتقامية أمريكية على منشآت في العراق وسوريا والأخيرتان تنددان وتعتبرانها خرقا للسيادة الثالثة مسامة توقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيج ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذية للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمي وقال رئيس الوزراء أنه كان هناك حرص شديد داخل الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعة العرض للقطع الأسرية كما قام رئيس الوزراء بزيارة المدجر الكبير الذي يقع في نتاق المتحف والذي يعرض مستنسخات من القطع الأسرية المعروضة بداخل القاعة اشتركوا في القناة 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 ميدانيا أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمرة على القطاع إلى 27238 شهيدا و 66452 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي أضافت السلطات الصحية في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد المدنيين خلال 24 ساعة أخيرة مما أصفر عن استشهاد 107 وإصابة 165 أخرين من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 فلسطينيا من النازحين في مقر الجمعية في خانيونس جنوب قطاع غزة وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل دخانية جه النازحين كما استهدفت بالقصف المدفعي الطابق الرابع من مبنى مقر الجمعية في خانيونس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طباس شمال الضفة الغربية المحتلة وأفدت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة أليات وانتشرت في عدة أحياء ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة برفقة جرافة إلى المدينة أهلا بكم من جديد نشرة الثالثة تتوصل معكم وما زلنا مع أصداء القضية الفلسطينية هيا اشتركوا في القناة ذكر تقرير اعده المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان المستوطنين الاسرائيليين اطلقوا نقطة البداية لمخطط استيطاني ينون تنفيذه في الاشهر القليلة المقبلة في قطاع غزة واضف المكتب في تقرير الاستيطان الاسبوعي ان عددا من المستوطنين يتم تجهيزهم وتسلحهم بعد ان اعربوا عن مواقفهم على الاستيطان في القطاع على فتن الى استعداد المستوطنين الاسرائيليين للمكس على الحدود المتاخمة لقطاع غزة قبل الانطلاق الى نقاط الاستيطان داخل القطاع على ان يتم دخولهم تحت حراسة جيش الاحتلال طلب الهلال الاحمر الفلسطيني بالكشف عن مصير الطفلة هند وطاقم تابع للهلال الاحمر بعد انقطاع الاتصال بهم كانت الطفلة هند قد استغاثت قبل اكثر من خمسة ايام بالهلال الاحمر الفلسطيني بعد تعرض سيارة تقلها مع افراد من اسرتها الى اطلاق نار من قوات الاحتلال الاسرائيلي مما استدعى ارسال الطاقم لانقاذ الطفلة قبل انقطاع الاتصال بهم جميعا افادت وسائل اعلام اسرائيلية باعتزام عدد من قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية الاستقالة رسميا من مناصبهم وافدت وسائل الاعلام الاسرائيلية بان قرار هؤلاء القادة يمثل ضربة قوية للحكومة اليمينية برئاسة بنيمين نتانيهون ازمة جديدة تعيشها اسرائيل كشفت عنها وسائل اعلام اسرائيلية تضرب في مفاصلها السياسية والامنية يوما تل والاخر كان اخرها قيام عدد من قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية باتخاذ قرار بالاستقالة من مناصبهم لكنهم بحسب وسائل اعلامية ينتظرون الوقت المناسب للإعلان عن ذلك قرار القادة الامنيين في اسرائيل يمثل ضربة قوية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتانيهون حيث جاء في مقدمتهم رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز الامن الداخلي الشباك ورئيس جهاز المخابرات العسكرية قرار ليس بالهي يكشف عن حجم الانقسام الذي تعيشه الحكومة الاسرائيلية خاصة في ظل رغبة نتانيهون في مواصلة الحرب على قطاع غزة من اجل اطالة امد منصبه المهدد بالفعل بسبب عدم قدرته على تحقيق الاهداف المعلنة من الحرب وهي اطلاق صراح المحتجزين والقضاء على الفصائل الفلسطينية هذا الى جانب تعرض جيش الاحتلال الاسرائيلي لخسائر فادحة خلال عدوانه على قطاع غزة مما اضطره الى سحب عدة الوية من قواته من القطاع وفشر التوصل الى وقف جديد لاطاق النار يستطيع من خلاله اعادة ترتيب الصفوف للاستمرار في الحرب ومن قرار استقالة قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية الى الرغبة الشعبية في اقالة نتانيهون ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان استطاعا جديدا للرأي كشف ان 58% من الاسرائيليين لا يثقون بنتانياهو وقراراته فيما يتعلق بالحرب على غزة وهو ما يؤكد ان مستقبل الحكومة الاسرائيلية اصبح مهددا بل بات على المحك ذكرت صحيفة يديعوت احرانوت الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي يتعامل منذ 7 اكتوبر مع الاف الطلبات لجنود يحتاجون الى مساعدة نفسية واضافت الصحيفة ان الجنود يعانون من الارق والقلق والذعر مما يؤثر على ادائهم في ساحة المعركة الى هذا افادت دراسة نشرت في مجالة لانست الطبية البريطانية ان الاسرائيليين غارقون في ازمة صحة عقلية بسبب هجمات 7 اكتوبر حيث يعاني السكان من القلق والاكتئاب في الوقت نفسه اقر وزير الصحة الاسرائيلي بنقص توفير خدمات الصحة العقلية واعلنت حكومة الاحتلال منتصف يناير الماضي عن خطة لاستثمار مليار واربعمائة مليون شكل اضافية بما يعادل ثلاثمائة وثمانين مليون دولار في تعزيز نظام الصحة العقلية نتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام مظاهرات ضخمة في العاصمة البريطانية لينلون تأييدا للقضية الفلسطينية ومطالبة بوقف اطلاق النار في غسة واصال المساعدات الى القطاع اشتركوا في القناة كما نتابع معكم مشاهدين على الهواء مباشرة لقطات حية من مظاهرات ضخمة تكتاح العاصمة البريطانية لندن تأييدا للقضية الفلسطينية ومطالبين بوقف اطلاق النار في غسة وايضا ايصال المساعدات الى اهالي قطاع غسة وهذه هي الصور الحية المباشرة من العاصمة البريطانية لندن للمتظاهرين في شوارعها مطالبين بوقف اطلاق النار في غسة وايصال المساعدات للقطاع اشتركوا في القناة حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من التدعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غسة وفي بيان لها اعتبرت الخارجية الفلسطينية ان الهجوم يمثل جريمة ابادة لنحو مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني في مسعى لتهجيرهم قصريا مستنكرة فشل وعجز وعجز المجتمع الدولي ليس فقط في وقت الحرب وإنما في الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الاساسية وتجنيبهم ويلات الحرب يواجه قطاع غزة نقصا حدا في مخزون الوقود في غزة كما اقترب مخزون الاكسجين في المستشفيات بالقطاع من النفاذ مرة أخرى إلى جانب شح شديد في الطعام يأتي هذا في حين تواصل مصر جهدها في فتح أبواب معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين فضلا عن تقديم المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عدوان خلف وراءه آلاف الشهداء والمصابين ليجعل ذاكرة العالم تسجل وتحفظ العديد من الصور المؤلمة في أذهان وقلوب الشعوب المتضامنة وعلى رأس هذه الشعوب يأتي الشعب المصري الذي فتحت قيادته أبواب معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للعدوان لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين ليأتي الأطفال والرجال والنساء محملين بقصص ومشاهد لا تنسى واثقها هذا الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يفرق بين صغير وكبير باحثين عن ما يداوي جراحهم وآملين في العودة مرة أخرى لأرض مستقلة وآمنة أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعاً وكل قلبي وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورس عيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها بشكر كل جميع الطاقم المصري كل طاقم المصري بشكر وكتير السلام وبشكر كل طاقم الطباء كل العريش وكل ما حملنا على رأسه كل الشكر إله ولا يعطيكوا الصحة يا رب أما هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يتساءلون بأي ذنب قتلت براءتهم وأحلامهم في العيش سالمين آمنين وجدوا من أرض مصر مساحة يضحكون فيها ولا يبكون ليجدوا من أشقائهم كل الدعم النفسي والإنساني في محاولة لتخفيف أهوال ما رأوه جراء العدوان السافر على أراضيهم في قطاع غزة كان بابا قال لي كان رايحا الدكانة وراح يجيب سكر واني رح تلحكته وقال يا أخوة يا محمد قال لي ما تطلعش وراح تطلعت قال لي حاديها لبابا عجل يتكلم مع أصحابه صارت الدوربة دور كبير تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال المصابين والقرحة في المستشفيات المصر وتخصيص وحدات سكنية للمرافقين والعالقين وتجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري الذي دخل من خلاله أكثر من تسعة آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية وعلى الرغم من أن هذا لا يكفي بسبب الإجراءات الإسرائيلية على هذه الشاحنات لكن لازلت مصر تواصل جهودها حتى الوصول لوقف إطلاق نار كامل ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك قرارات تشفي صدور قوم لم يذنبوا ولم يطلبوا شيئا أقصى من التمسك والعيش على أرضهم بعد عودتها لأصحابها محمود جميل التلفزيون المصري أفد مصر مسؤول بدخول مئة وست شاحنات إلى قطع غزة عبر ميناء رفح البري من بينها مئة شاحنة محملة بمساعدة إنسانية متنوعة وأربع شاحنات توقود وشاحنتان أخرية محملتان بغاز الطهية وأشار المصدر إلى استقبال أربعمائة وسبعة وأربعين شخصا من بينهم أربعون جريحا وثلاثون مرافقا فلسطينيا بالإضافة إلى مائتين وخمسين فردا وخمسة واربعين من حملي الجوازات الأجنبية واثنين وثمانين يحملون جوازات مصرية ترجمة نانسي قنقر وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصرية محمود جميل محمود داني في الصورة بشأن دخول المساعدات إلى قطع غزة تحياتي لك يا إبا ولكل السادة المشاهدين إدخال المساعدات الإنسانية مستمر وتجهيز أيضا مزيد من المساعدات الإنسانية داخل المخازنة التابعة للهلال الأحمر المصري لكن منذ قليل أيضا فيما يتعلق بالمساعدات التي تأتي عبر الطائرات في مطار العريش وصلت طائرة تركية على متنها 53 طن من المواد الإغاثية والبطاطين كل هذه المساعدات يعني يقوم متطوع الهلال الأحمر المصري بتفريق الطائرة من هذه الشحنات ثم حملها على السيارات لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر والمركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لتجهيز هذه المساعدات مع غيرها من المساعدات الموجودة داخل المخزن لإرسالها إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة على الجانب الآخر أيضا لازال استقبال المصابين كما ذكرتم ودخول الشحنات المساعدات عبر معبر رفح ويقدم لهم كل الخدمات الإنسانية والدعم النفسي أيضا المقدم للمصابين والجرحة لكن أيضا معبر رفح غدا سيكون على موعد مع زيارة همة لوفد من البرلمان الفرنسي هذا الوفد الذي سيأتي للقائه بعدد من المسؤولين وسيلتقي أيضا بمسؤول الهلال الأحمر هنا في مدينة العريش والهلال الأحمر الفلسطيني أمام معبر رفح بالإضافة إلى الحديث أيضا مع ممثل منظمة الأونروا داخل قطاع غزة وأيضا سيتم إطلاعهم على المجهود المصري المبذول في إدخال المساعدات وأيضا هم سيطالبون بضرورة وقف إطلاق نار كامل وهذه الزيارة تتزامن أيضا مع زيارة وزير الكاريجية الفرنسي غدا إلى القاهرة ولقائه بأسفير سامح شكري وبالتأكيد هذه هي زيارة لمنطقة الشرق الأوسط للوصول لوقف إطلاق نار كامل وبالتأكيد مصر على رأس هذه الدول التي يعني يعول عليها في الوصول إلى حل وقف إطلاق النار كامل في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لكن فيما يتعلق أيضا بالشقة الإنساني مصر بدأت في تجهيز المطبخ في مدينة الشيخ زوايد لتجهيز عدد من الوجبات الجذائية اليومية لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وإلى النازحين هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في المخيم الإغاثي الموجود في مدينة خاني يونس والذي أقامته جمعية الهلال الأحمر المصري بناء على توجهات القيادة السياسية لإيواء النازحين من شمال غزة حتى هذه اللحظة وصل هذا المخيم إلى أكثر من ألف خيمة ويقدم كل الوجبات الجذائية وأيضا كل المستلزمات الصحية والدعم الصحي والنفسي لهم تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة نعم وهي الجهود المصرية بالطبع المستمرة على كافة المستويات لحل القضية الفلسطينية ودعم سكان أهل غزة بشكل خاص أشكرك محمود جميل لمراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين إثر موجة جديدة من الضربات الأمريكية على العراق وفي بيان أن نفى رئيس الوزراء العراقي تنسيق الولايات المتحدة مع بغداد بشأن الضربات الجوية مؤكدا أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يهدد الأمن والاستقرار في العراق يأتي ذلك فيما نددت إيران بشدة بالضربات الأمريكية على العراق وسوريا مؤكدا أنها انتهاك لسيادة البلدين ووحدة أراضيهما موجة أولى من الضربات الانتقامية الأمريكية ضمن شئات في العراق وسوريا بدعوة ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي يدعمها بعد هجوم على الحدود السورية الأردنية أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو أربعين آخرين ومع تأكيد أمريكي بعدم الرغبة في الدخول في الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر استهدفت الضربات الأمريكية أهدافا تشمل مراكز قيادة وتحكم ومنشآت لتخزين صواريخ وقضائف وطائرات مسيرة وكذلك منشآت لوجستية وسلاسل إمداد ذخيرة وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت خمسة وثمانين هدفا في سبعة مواقع أربعة في سوريا وثلاثة في العراق وشملت استخدام قاضفات بي ون طويلة المدى والتي انطلقت من الولايات المتحدة اليفتنان جنرال داغلس سيمز مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية أكد أن الضربات كانت ناجحة وأدت لانفجارات ثانوية كبيرة عندما أصاب القصف أسلحة المسلحين القوات المسلحة العراقية من جانبها وصفت الضربات الأمريكية بأنها اختراق للسيادة العراقية وستكون سببا في أن تشعل عدم الاستقرار بالمنطقة وتقويضا لجهود الحكومة العراقية بل وتهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه الموقف ذاته جاء على لسان الجانب السوري وفق بيان لوزارة الدفاع والذي أكد أن الضربات الأمريكية تسببت في مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين وتركت من ورائها أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة كما شددت وزارة الدفاع السورية على استمرار قواتها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية الضربات الأمريكية جاءت في وقت يخشى فيه الخبراء من أنه قد يزيد من تعقيدات وجود القوات الأمريكية في العراق في ظل الاتفاق القائم بين بغداد وواشنطن بشأن مستقبل التحالف والذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ووضع إطار زمني للانسحاب على مراحل وإنهاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استخدمت الولايات المتحدة قاذفات بي ون المتحدة هذه القاذفات استخدمتها في الضربات الجوية في العراق والسورية وذلك في رحلة بدون توقف من الولايات المتحدة وتحمل هذه القاذفات متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مغزون القوات الجوية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر في سياقنا متصل أعلنت الفصائل المسلحة في العراق أن مسلحيها استهدفوا قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد جاء ذلك بعد ساعات من شأن الولايات المتحدة ضربات انتقامية في العراق وسوريا على أهداف تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة ريترز أن ثلاثة مصادر أمنية ذكرت أنه لم يتم رصد أي هجوم على قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وعن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وللمزيد انضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد مصر منذ بداية العدوان وحذرت من اتساع رقعة التوترات والصراعات وقد حدث هذا التوتر أو هذه الصراعات قد اتسعت رقعتها كيف تتابع هذا الأمر أهلا بك يا سيد يوسف وأهلا بسادة مشاهدي السلفزيون المصري طبعا دعني أؤكد لك أن الرؤية المصرية تتحقق الآن على واقع الأرض ولم يدرك أحد خطورة ما يحاكي للمنطقة ولم يدرك أحد خطورة ما تحدثت به الدولة المصرية من أن استمرار الصراع واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيمثل خطورة باهمة على أمن واستقرار الشرق الأوسط بل والعالم أجمع في ظل أننا نشأل الآن ما حظرت منه الدولة المصرية مرارا وتقرارا أن هذا التصعيد سيؤدي إلى أن قرة السلج تكبر يوم بعد يوم وأن الصراع يمتد من منطقة الأخرى وأن الرضي الأمريكي سيؤدي إلى رضي آخر وأيضا استساعر الصراع بحر الأحمر وباب المهن وفي سوريا كلها ما حظرت منه الدولة المصرية باعتبار أن الدولة المصرية كان لها نظرة استشرافية استباقية للأحداث وتعلم أن تمدد الصراع واستمراره لأكثر من 120 يوم سيؤدي إلى استساع رقعة الصراع وبالتالي لابد أن تعود الأمور بشكل كبير وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية وتتحرك في اتجاه نزع فتيل الأزمة من الأساس ووقف العدوان على غزة تساعد هذه الجولة وهذه الجهود الفرنسية جنبا إلى جنب مع الجهود المصرية في تهديئة الأوضاع لا شك أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات قوية ورسخة واستراتيجية وتتوافق في ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وتبنى ضرورة واقف شامل لإطلاق النار ضرورة تقصر الحصارة عن قطاع غزة ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين والآن الجهود تتواصل زيارة مهمة لوزير الخارجية الفرنسي والزيارة الأولى تكون للقاهرة كدلالة قوية على أن فرنسا تنظل الدولة المصرية بالاعتبارها هي التي تعاول عليها لاستقرار الأوضاع في المنطقة وبأن مصر هي القادرة على ترطيب وتوصيف الأجواء بما ينعكس إيجابيا على خفض التصعيد في كل بقعة من بقعة الشرق الأوض ربما تتزامن هذه الزيارة مع موجة من الضربات الأمريكية طالت سوريا والعراق أمس الولايات المتحدة تقول أنها نسقت مع الأطراف والعراق وسوريا ينفيان هذا الاتفاق في ظني وتقديري أن نفي العراق هو دليل واضح على أن الحكومة العراقية تسعى بكل قوة إلى الدفاع عن سيادتها وعدم ضر العراق إلى ما لا يحمد أطباء العراق تريد أن يكون هناك استقرارا حقيقيا على أراضيها وأن لا ينتهي انتهاك السيادة العراقية والإدارة الأمريكية هذا الرد لن يحمي القواعد الأمريكية بشكل كبير يعني تصرحات واضحة من البيت الأبيض أكدت أن حجم الاعتداءات التي وقعت على القواعد الأمريكية كانت أكثر من 163 اعتداء وبالتالي هذا العدد سيزد في الفترة القادمة وبالتالي خفض التصعيد يأتي من إطار العمل على أن لا تتسع بارة الصراع وخفض التصعيد في قطاع غزة وأيضا هذا سيؤدي قولا واحدا إلى أن تخفض باقي الجبهات التي فتحت نرى جبهة في جنوب لبنان جبهة في سوريا جبهة في العراق والحصيين في البحر الأحمر وباب المندب كل ذلك لن يؤدي إلا إلى اتساع رقعة الصراع والإدارة الأمريكية قادرة على نزل فترة الأزمة بوقف تمد ذلك الصراع بحق مدماء الأشقاء في فلسطين نعم دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك أعلن مصدران مطلعا أن الحكومة الأوكرانية أبلغت البيت الأبيض بأنها تخطط لإقالة أكبر قائد عسكري في البلاد يشرف على الحرب ضد القوات الروسية تأتي هذه الخطوة للإطاحة بالجنرال فاليري زالوجني الذي اختلف مع رئيس فلودمير زيلينيسكي بشأن مجموعة من القضايا في أعقاب هجوم مضاد أوكراني العام الماضي فشل في استعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وقال مصدر مقرب من مكتب زيلينيسكي أن الرجلين دخلا في نزاع حول حملة تعبئة عسكرية جديدة إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد لكن المصدر أضاف أن عملية إعفاء زالوجني من منصبه كقائد للقوات المسلحة الأوكرانية معلقة في الوقت الحالي بينما يعمل الجانبان على خطواتهم التالية أعلنت محكمة العدل الدولية اختصاصها في النظر بالجزء الأكبر من القضايا المتعلقة بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأشارت المحكمة إلى أنها مؤهلة للنظر في مسألة اتهم كياف لموسكو بالتضرر بارتكاب جرائم إبادة بحق الناتقين بالروسية بغراد الهجوم على أوكرانيا مع قرب إكمال الأزمة الأوكرانية عامها الثاني تبحث كياف عن خيارات فعالة تغير بها الواقع الميداني المرجحة لكفة موسكو على الأراضي الأوكرانية فبعد يومين فقط من بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا توجهت السلطات الأوكرانية في 26 فبراير عام 2022 لمحكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها ضد اتهامات موسكو لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الناتقين بالروسية في أوكرانيا ونفت كياف تلك الاتهامات وفي عودة لحالة الجدل الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في المحافل الدولية ومن بينها محكمة العدل الدولية أعلنت الأخيرة أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من الأزمة الأوكرانية والذي تتهم فيه كياف موسكو بالتذرع بوقوع إبادة جماعية لشن هجومها فضلاً عن مطالبات بالحصول على تعويضات من موسكو محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها أشارت أيضاً إلى عدم تمتعها بالسلطة القضائية للحكم في الجزء المتعلق بمزاعم أوكرانيا بأن الهجوم الروسي في ذاته يشكل انتهاكاً لاتفاقية الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية التي يتردد اسمها بشكل مستمر خلال الفترة الراهنة بسبب محاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة كانت قد أصدرت في مارس عام 2022 قراراً أولياً تأمر بموجبه روسيا بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا فما كان من موسكو إلا معارضة الحكم قائلة إن المحكمة التي تفصل في نزاعات بين الدول غير مختصة للنظر في القضية وهو ما قابلته المحكمة بالرفض مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية اللازمة كدير بالذكر أن قرارات المحكمة ملزمة قانوناً للدول لكن ومع غياب أي وسائل لتنفيذ هذه القرارات تقتصر أهمية المحاكمات على الإضرار بصورة الدول المدانة أمام المجتمع الدولي أعلنت السلطات الروسية إخماد حريق نشب في مصفات فولفوغراد النفطية بجنوب البلاد بعد هجوم بطائرة مسيرة وقال أندريب ويتشاروف حاكم فولفوغراد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات مشيراً إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على النيران ثوراً شهد مركز مصر للمعارض الدولية توافداً كثيفاً من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم العاشر لاستقبال المعرض زواره وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات واستفى زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات واستحرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام وحقق المعرض رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر فيما سجل المعرض حضور نحو سبعمائة ألف زائر مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز وأكدت وزارة الثقافة أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من ضروب الثقافة المتنوعة ترجمة نانسي قنقر تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يناير الماضي وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي لسيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعل مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلا سريعا وشملت مجهوداته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار شهر يناير الماضي عدة أوجه حيث تم رصد 983 حالة بوسائل الإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي والاستجابة لها كما تم صدور نحو 114 قرار علاج على نفقة الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية دكتور شريف صدقي نجاح اطلاق القمر التجريبي نكسسات وان وذلك قبلة سواحل مدينة يانج جيانج بمقاطعة جوانج دونج بجمهورية الصين الشعبية واكد صدقي انه تم استقبال الاشارات الاولية الاولية من القمر التجريبي من اول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية موضحا ان عمليات الاطلاق تأتي ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية واشار الى ان مهام الجانب المصري تتمحور في تطوير برمجيات وانظمة التشغيل الحارجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لانظمة القمر الصناعي وما تلاها من اجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من اكثر من ستين مهندسا وخبيرا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الاقمار الصناعية اطلقت مؤسسة رعي مصر للتنبية احتفالية بعنوان حكاية رعي مصر وذلك في قصر عبدين بوسط حضور من شخصيات عامة ومؤسسات مهتمة بالعمل الخيري والاهلي وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي جاء ذلك لسرد جهود المؤسسة لدعم الفئات الاولى بالرعاية والأسر الاكثر استحقاقا بقرى ومحافظات مصر مؤسسة رعي مصر قدر تحقق ارقام يعني يمكن لأول مرة انها تحصل في تاريخنا احنا كمؤسسة قدرنا نوصل ل2 مليون و700 ألف مريض اتكشف عليهم وتخدموا قدرنا نوصل ل9000 قفلة طبية منهم سنة 23 بس اتعامل حوالي 4000 قفلة طبية فاكتر من 4000 قرية لمستوى جمهورية قدرنا نوصل ل20 ألف عمليات راحية هذه المؤسسة مؤسسة المجتمع المدني هي نموذج للمؤسسات والي الحمية الوطنية وللمسئولية اللي احنا بنتكلم عليها المسئولية المجتمعية فانا سعيدة بوجودي في هذه الاحتفالية خصوصا ان احنا كمان وزارة الهجرة هي الوزارة التي تعمل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني خدمة للمصريين مؤسسة رعي مصر بتعمل خدمات كثيرة جدا جدا للناس المحتاجة الناس الناس اللي فيه حاجات كثير في حياتها كانت تتمنى ان تبقى عيشها عيشها افضل مؤسسة رعي مصر بتساعد عشان تتيح الفرصة للناس انهم يعيشوا عيشها احلى اللي التحالف الوطني يعني هم عاملين مجهود خطير بجد لمساعدة الناس ومؤسسة رعي مصر من اهم المؤسسات الخيرية والفيه ثقة كبيرة فيها انتهى تخبرنا وهذه تذكرة بالعناوين في اطار الاستعداد للافتتاح الرسمي رئيس الوزراء يتفقدوا الاعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير واعمال تطوير محيط تواصل العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم العشرين بعد المئة ووزير الخارجات الفرنسي يبدأ جولة شرق اوسطية لبحث مرحلة ما بعد العدوان ضربات انتقامية امريكية على منشآت في العراق وسوريا وسوريا والعراق تنددان وتعتبر هذه الضربات خرقا للسيادة نهاية نشرة السالسة اتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة